موسيقى الحمد لله العلي الأعلى أحمده سبحانه وأشكره على نعمه العظمى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المجتبى والحبيب المرتضى والنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالكرم والإنعام والفضل والإحسان في أيام وليالي رمضان إنه جواد كريم أيها الإخوة الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم من التأملات والوقفات في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يعلم سرائر الناس وما يحدثون به سرا حتى لو كان فلان يخاطب فلان بشكل سري وهذا ما يسمى أيها الإخوة بالتناجي وهناك آداب ينبغي أن يلتزمها المسلم حين يؤدي التناجي بينه وبين أحد أو قل بينه وبين خالقه جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفه ويجب عليك يا عبد الله أن تعلم علم اليقين أن الله مطلع على كلامك سواء كان حسنا أو سيئا فسيكتب عليك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دوما في أحاديثه ما يؤكد على ضرورة الصمت وأن لا يتكلم الإنسان إلا بخير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أمسك بلسانه مرة وقال يا لسان أسكت عن شر تسلم أو قل خيرا تغنم فمن أعظم الآداب حين تناجي أحدا من الخلق أحد من الناس أن تكون هناك نصيحة ومشورة بينك وبينه بشكل سري وهذا هو الأفضل الإمام الشافعي رحمه الله يقول تغمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس ضرب من التوبيخ لا أرض استماعة فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعتطاعة لن أسمع لك إذا لم تنصحني بانفراد بيني وبينك لذلك من الخطأ الواضح والجهل الكبير أن إنسان ينصح إنسان أمام الخلق هذه فضيحة وليست نصيحة إن كنت حريصا عليه فانصحه ولا تفضح سرا بينك وبينه لذلك أيها الأفاضل هذا أدب من كمال الآداب وذوق الرفيع واهتمام بمشاعر إنسان وعواطفه وأحاسيسه الإنسان المسلم يا إخوة يهتم بجبر الخواطر يهتم بالشعور والمشاعر انظروا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام والحديث عن المناجاة يقول إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه يا لروعة هذا الدين ويا لتمام منة الله علينا بأن أدخلنا في هذه الأدب ممنوع أن تحزن إنسان وتدخل الهم على قلبه حتى وإن كان حديث بينك وبين صاحبك لأننا نحن الثلاثة فأنت لما تجعلني لا أسمع هذا الحديث يدخل الحزن إلى قلبي لذلك أيها الأفاضل هذا أمر ينبغي التنبه له ومن الآداب أيها الأحبة أن الإنسان عليه أن لا يفشي هذا السر بينك وبين صاحبك حديث لا تخبر به أحده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا حدث الرجل أخاه بحديث فالتفت يعني مجرد أن يلتفت وينظر يمنة أو يسرى يقول صلى الله عليه وسلم والتفت فإنما هي أمانة والله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات فينبغي أن تحرص على أن لا تفشي سر هذا الرجل الذي أخبرك به ومن أعظم الآداب أيها الإخوة اسمعوا إلى هذه القصة العظيمة كيف كان خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذوقهم الرفيع والله تعجب في هذه القصة ربما من حال أبي بكر أم من حال عمر اسمعوا عمر رضي الله عنه لديه ابنة اسمها حفصة حفصة بنت عمر كانت قد تزوجت خنيس ابن حذاف السهمي ومات عنها في المدينة رضي الله عنه إذن ترملت وانظروا إلى عمر رضي الله عنه بعد أن قضت عدتها راح يبحث لها عن زوج صالح فعرضها على عثمان رضي الله عنه وأرضاه عثمان قال أمهلني ليالي وبعد ليالي قال له إني أرى نفسي ألا أتزوج يعني أنا مشغول بأمور أخرى لن أتزوج في هذه الحال فوجد في نفسه عمر أني أعرضها عليك وأنت لا تقبلها لكن ذهب إلى مرتبة أعلى وهو ذهبه إلى أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه لما عرضها عمر عليه لم يقل شيئا فذهب يقول عمر لنفسه فوجدت على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان يعني سبحان الله اهتم اهتماما أكبر لأن هذا أبو بكر وتعلمون أيها الإخوة مقام أبو بكر وعمر إنما هو كالسمع والبصر للإنسان كالسمع والبصر كما أخبر عليه الصلاة والسلام فمقام أبي بكر وعمر رضي الله عنه له حظوة كبيرة ومنزلة رفيعة في هذا الدين فوجد في نفسه عمر رضي الله عنه أن أبا بكر لم يرد عليه يعني وكأنه لم يعطيه بالا فخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أيام يا إخوة عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر إلى عمر انظر يا أخي إلى روعة الرد وإلى تلك المشاعر الفياضة يقول له إنك عرضت حفصة علي وإنك واجد في نفسك علي يا عمر انظر إلى الاعتذار المؤمن يا إخوة داوما يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات ينتظر إنسان يخطئ فيمسك هذه عليه ولن يسامحه أبدا أما المؤمن يعذر الناس رحم الله من وجد لأخيه عذرا فعذره التمس لأخيك ولو سبعين عذرا كما قال أهل العلم فقال له لعلك وجدت في نفسه وانظر إلى صدق عمر رضي الله عنه قال نعم أنا اعتبت عليك لأني أحبك فقال أبو بكر رضي الله عنه والله يا عمر إني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه ولن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عندما خطبها أخبرك الآن سبحان الله أي أدب في هذه النجوة كان بين عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين مرة أيها الإخوة ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان مع عبد الله بن دينار رضي الله عنه يتحدثان في أمر من الأمور وكان في السوق فجاء رجل يريد مناجاته عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يحدث إنسان ولكن مراعاة لمشاعره ومن ذوقه الرفيع ماذا قال قال أبحث لك عن رجل آخر تحدثه فأحدث هذا الرجل سبحان الله يبحث عن رجل رابع حتى لا يبقى هذا الرجل لوحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك يحزنه لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه ولكن أيها الأفاضل النجوة بهذه الآداب والأخلاق التي فيها فعلينا أن ننظر إلى أمر آخر في النجوة وهو الحديث السري ينبغي أن لا يكون فيه أمر محرم سواء غيبة أو نميمة أو كذب أو بهتان أو قول زور كل هذا من موبقات الآثام ومن الكبائر التي تغمس صاحبها في النار النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قد تات يعني نمام وقال صلى الله عليه وسلم عن الشرار ألأنبئكم بشراركم المشاؤون بالنميمة لذلك يقول العلماء إن النمام ليفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة كم حدثت من مشكلات ومن مصاعب في الحياة وسببها النميمة الوقوع في هذه الفاحشة والسبب الإسرار والنميمة يعرفها أهل العلم نقل الكلام إلى آخر على جهة الإفساد يريد الإفساد ويعظم هذا في حق الأسرة أيها الإخوة الأسر ينبغي أن تبنى على طاعة الله عز وجل وأي امرأة اليوم تحاول تخبيب رجل على امرأته أو رجل يحاول أن يخبب زوجة على زوجها يفسد بينهما فهو متوعد بالعقاب متوعد باللعنة لعن الله من خبب امرأة على زوجها الأسر السعيدة ينبغي عليها دوما أن تنظر في طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم إفشاء الأسرار النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من شرار الخلق عند الله الرجل يفضي إلى امرأته ثم ينشر سرها أسرار الحياة الزوجية ينبغي أن تبقى في البيت حتى الأولاد لا يعرفون عن مشاكلكم لا يعرفون شيئا أبقها بينك وبين زوجك لا أهلها ولا أهلك ينبغي أن تعرف هذا يا عبد الله ومن الأمور المهمة أيها الإخوة في أدب التناجي أن نعرف كيف نتأدب في نجوانا وبث شكوانا إلى الله هذا كله بيننا وبين الناس من الحديث السري ولكن كيف تدعو الله سبحانه وتعالى كيف تناجيه كيف النبي عليه الصلاة والسلام مرة أيها الإخوة كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا علونا كبرنا وندعو الله جل وعلا فقال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم هونوا على أنفسكم يعني لا ترفعوا أصواتكم بهذا الشكل فإنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا مجيبًا يا عبد الله بن قيس فقال لبيك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ألا أذلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وتأملوا أيها الإخوة حالا أنبياء الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يدعون الله ويبثون شكواهم إلى الله جل وعلا زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداءً خفيا ذنون فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لأواه حليم يوسف عليه السلام أيها الإخوة وموسى عليه السلام كيف قدم المعروف وبذل الخير للناس ثم ناجى ربه ودعاه راجياً متأملاً بالخير الذي عنده وتعلمون أيها الإخوة قصة موسى من العجب العجاب موسى عليه السلام خرج من عند قومه طريداً شريداً ذهب إلى مدين غريباً والغريب أيها الإخوة ماذا يبحث يبحث عن مأوى يبحث عن عمل يعمل به يأكل منه رزقه ولكن موسى عليه السلام ما أن رأى امرأتين تريدان المساعدة ذهب إليهما وساعدهما مع أنه رجل غريب لا يعرفهما ولكن هكذا المؤمن يحاول بذل المعروف وصنعه ليكون من أهله ثم يلجأ إلى الله في دعواته يعني هل الأولى بموسى عليه السلام أن يذهب يبحث له عن عمل عن مأوى يسكن ولا شأن له بالناس لكن موسى عليه السلام ليس هذا تفكيره موسى عليه السلام ساعد وساند وأعان فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير دع الله ورجاه وناجاه سبحانه وبحمده فاستجاب الله دعواته ورزقه زوجة صالحة وسكنا طيب وعملا مبارك وهكذا أيها الإخوة في هذه الدولة الطيبة التي تسعى دائما إلى بذل المعروف للناس والمساعدات الإنسانية بل إن هناك مرسوما قائما بحد ذاته بنبذ العنصرية والكراهية والتمييز وهذا يدخل من باب عدم إفشاء الأسرار وعدم إنكار على الناس في إحوالهم وعراقهم نعم أيها الأفاضل هذا شكر من الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافعي والعمل الصالح اللهم وفق الشيخ خليفة لما تحب وترضى وخذ بناصية للبر والتقوى اللهم وفقه وسائر إخوانه وأعوانه من حكام الإمارات لما فيه عز الإسلام ونصرة المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة